مساء الخير، الإيد على الألب، انتظاراً لنبض الاجتماع المرتقب يوم الاثنين بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري هل يعقد فعلاً اللقاء الثامنة عشر في موعده؟ هل يؤجل؟ هل ينجح؟ هل يفشل؟ أسئلة مشروع ترحها اعتماداً على تجارب سابقة وإذا كانت كل الأمال معقودة على تصاعد دخان أبيض من الاجتماع المرتقب فإنما يسترعي الانتباه أن أي اتصالات على المساري الحكومي لم ترصد لليوم ولا أمس في العلن رغم عودة الحرارة إلى الخطوط التواصل بين قصر بعبدة وبيت الوسط وعلى دفاف هذه الخطوط برزت الزيارة المفاجئة التي قام بها الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط إلى القصر الجمهوري أكد بعدها تأييده لتسوية حول ثمانية عشر وزيراً أو غير ذلك ووضع علية للخروج من التشنج مشدداً على أن الأرقام التي يتمسك بها البعض لم تعد مهمة لأن مشاكل البلاد فوقها وأشار جنبلاط إلى أنه يعول على ما تبقى من المبادرة الفرنسية لافتاً إلى أنه لم يعد أحد من السفراء مهتماً بلبنان أما المواقف السياسية على المساري الحكومي فأبرزها للطيار الوطني الحر الذي أعلن أنه ينظر بارتياح لاستئناف الحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وشدد على أن عليهما كل من موقعه في الدستور أن يتعاون ويتفاهما لتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي مالياً يبدو الدولار المتأرجح بين صعود وهبوط مقابل الليرة معلقاً في هذه المرحلة على اللقاء المرتقب في قصر بعبدة من جهة ومن جهة أخرى على فعالية المنصة الإلكترونية التي سيطلقها مصرف لبنان وتكون بمثابة مرجع أساس للسعر الحقيقي للسوق أما صحياً فإن لبنان أمام امتحان بدء المرحلة الرابعة والأخيرة من إعادة فتح البلد يوم الاثنين المقبل رغم السمرار توسع انتشار وباء كورونا وهنا ينعقد الرهان على اللقاحات التي دخل القطاع الخاص على خط استيرادها وأول الغيث وصول الدفع الأولى من سبوتنيك 5 الروسية إلى بيروت الخميس المقبل على أن تشهد أشهر نيسان وإيار وحزيران تدفقاً للقاحات الأمريكية والبريطانية والصينية